لو بتزهقي من تفصيص الرمان وتأشيره وبياخد معيك وقت طويل جدا علشان تقشري كمية تكون كده كويسة وكمان بيسود ايدك وبيبهدلها تعالي النهاردة هنقول على طريقة سهلة وبسيطة لتأشيره وتفصيصه وهتاخد وقت بسيط جدا يعني فوقت قياسي هتعملي كمية كبيرة جدا وكمان هقولك ازاي تخزنيه من السنة للسنة بكل بساطة تعالوا نبدأ باسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض طبعا الرمان اول حاجة بنعملها ان احنا بنغسله كويس جدا وان نشوفه من اي اطريبة تكون فيه بنجيب الرمانة وبتدي نفصل الطبقة الفؤانية ديت زي ما انتو شايفين بنلف السكينة حواليها في دايرة كده تكون متصلة ببعضها بعد كده بنشيل القطعة اللي فوق بتطلع بكل سهولة بعد كده الرمانة بتبقى زهرة قدامك ما بينها كده ما بين كل قطعة رمان جنب بعض او كل شوية جنب بعض فيه فاصل كده متحدد باللون الابيض طيب بتجيبي سكينة والافضل تكون حامية شوية علشان خاطر تعدي بيها ما بين الفواصل دي من اول فوق كده لغاية تحت بس ما بتدخليش بيها جامد لجوة يعني هي بس ايه بتشق الطرف كده من برا بعد كده بتبتدي ان انت تزوقي الرمان وتفرغي بعيد عن بعضه ليه بقى الحركة دي علشان احنا بنحرك كده الجزء اللي هو في النص اللي بيبقى ماسك الرمانة كلها ببعضها وبيبقى حافظ الفصوص جنب بعضها بعد كده بتبتدي ان انت تجيبي زي ما انتو شايفين كده اللي هي العصرة بتاعت اللمون ايد الهون ايه الشاكوش بتاع اللحمة بتاع البفتاج بتاع الحاجات دي اي حاجة تكون بس تقيلة شوية بحيث ان انت لما تتيجي تخبطي بالطريقة اللي انا بوريها لك دلوقتي دي اه تنزل كل الرمان وتفرطه بسهولة لان لو حاجة خفيفة مش هتأثر مع الرمانة بتاعتك في حاجة هنا كده بعد ما بنبتدي ان احنا ندقدق عليه بالشكل انتو شفتوه ده من الجناب ومن فوق يعني بالزبط بالزبط الرمانية بتاخد من دقيقتين لتلات دقايق مش اكتر من كده بتدقي عليها من بره كده من كل حتة من الجناب من فوق بتبتدي ان الرمان يفصل عن بعضه والفصوص دي تفرط وتنزل كده في قلب المصفى او في قلب الطبق بتاعك اه بعد كده بتنقي منها الابيض اللي فيها ده وتحتفز بالفصوص على جنب تعالوا نعمل كمان واحدة مع بعض بلف كده السكينة بالشكل انتو شايفينه اهو الطبقة اللي هي بتبقى فوق دي بتبقى زي الطائية بالزبط بتتشال بسهولة خالص بعد كده كل الفتحات اللي في الجناب اللي هي باللون الابيض دي اللي اسمة كل مجموعة رمان عن بعضها بتبتدي ان انت تمشي عليها اهو من الجنب بالشكل ده بتدخلي السكينة بس ما بتدخليهاش اوي وكمان ما بتنزليش بيها اوي تحت وبعد كده تبتدي ان انت تحركي الاجزاء دي عن بعضها شوية وتفصيلي الجزء اللي في النص اللي هو مسكهم ده وتشيليه ترفعيه بعيد خالص ايوا كده بس كده خلاص الرمانة كده يعتبر اتفرطت لوحدها بتخبطي عليها بالشكل ده شايفين بينزل بكل سهولة ازاي من الجناب بقى ممكن كمان تمسكيها لو عايز تتحكيمي فيها اكتر تمسكيها وتحطيها على ايدك كده من فوق بالشكل ده وتبتدي ان انت تدقي عليها برضو لو معاكي طبق واسع مش هتفرق خالص الطريقتين هما الاتنين صح وزي ما قلتلك اي حاجة هتنفع سواء العصرة بتاعة اللمون الايد المدق او ايد الهون اه كمان الشاكوش بتاع البوفتيك كل دول اه هينفعوا معاكي كويس خالص تبتدي ان انت تتنقي الحاجات البيضة زي ما اتفقنا تعالوا بقى نشوف طريقة حفظه طبعا جبنا الرمان بعد ما نظفنا كويس وهنبتدي ننزل عليه بكمية من السكر يعني وليكن الرمان بتاعك دوت اربعة كيلو هتنزلي عليه باربع معالق كبار من السكر بالشكل ده يعني كل كيلو رمان هتبتدي ان انت تحطي عليه من معلقة لتلات معالق حسب الرغبة لان كده كده انت لو هتطلعيه بعد كده وتعمليه عصير مثلا هتزودي السكر برضو بس تعمل حسابك ان انت حطه اصلا في الاساسي سكر وبعد كده هنبتدي ان احنا نجيب الاكياس بتاعت التلاجة الشفافة العادية خالص وهنبتدي نحط على قد الاسرة او على قد عدد الاسرة الكمية اللي تكفي معاك عصير بعدين وعلى فكرة ممكن تطلعين من الفريزر بيبقى محتفظ بشكله ممكن مثلا تستخدميه بعد كده في السلطة او في اي حاجة لو هتستخدميه في السلطة او كده مش هتحطي له سكر ولا اي حاجة هتبتدي ان انت تخزنيه على نفس وضعيته بعد التفريط على طول وبكده الفيديو بتاعي النهاردة يكون انتهى وكمان اخر طبق دوت هيبقى للاكل عادي خالص لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة ومتبعاتكم الجميلة على الفيسبوك مطبخ ويوميات سومة المصرية والسلام عليكم